ربما هذه الانتصارات والإنجازات والحكايات التي تروا للأجيال الحالية التي لا تعرف الكثير عن جيشها وقواتها البحرية أعتقد أنه إطلالة سريعة على قواتنا البحرية إمكانياتها، شكلها، تمركزاتها لأنه الشباب المصري يعرف أن قوات البحرية تصنف من أقوى بحريات العالم إطلالة سريعة عشان نعرف والناس تتطمن على قوات البحرية أنا عايزة أطمنك أستاذ ناشت على قواتنا البحرية وأطمن الشعب المصري كمان على القوات البحرية وكان لابد أن جمهورية مصر العربية يبقى عندها قوات بحرية قادرة وقوية لأن إحنا كدولة بحرية بنصنف من التراز الأول على مستوى العالم لأن إحنا عندنا سواحل كبيرة جداً على البحر المتوسط تمتد شرقاً من رفح إلى غارباً في سلوم مسافة 500 ميل بحر وعندنا بعد كده قناة السويس وخليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر حتى خط عرض 22 تقريباً 1200 ميل بحر يعني 45% من سواحل جمهورية مصر العربية حدود بحرية يعني عن تقريباً نص حدودي بحرية نص تقريباً زي ما حالك قلت 50% حدود بحرية وإذا كان عندك حدود بحرية لابد يكون عندك قوات بحرية قوية قادرة على حماية هذه الحدود والمقدرات ويذهبها من عند الله سبحانه وتعالى أن إحنا يكون عندنا سواحل بحرية لأنه ده خير للدول صحيح فالقوات البحرية لازم تكون قادرة على حماية السواحل حماية مياهنة الإقليمية حماية مياهنة الاقتصادية حماية قناة السويس حماية الثروات اللي موجودة زي الغاز وزي الخطوط الكهرباء وزي الجزر وزي المنشآت الاقتصادية كل ده لابد من قوات بحرية قوية قادرة على حماية هذه المقدرات حضرتك بتسأل عشان نطمن الشباب ونطمن الشعب المصري على قواتنا البحرية بما إن إحنا دولة بحرية من الطرز الأول لابد يكون عندنا قوات بحرية قوية الحقيقة إحنا بنمتلك قوات بحرية منذ عام الفة تمامية وتسعة ولنا جوالات وثورات صابقها كتيرة جدا وكان يعني في العصر الحديث البدايات اللي حضرتك شفتها المدمرة إلات ويميناء إلات والحفار وحرب تلاتة وسبعين كان القوات البحرية له دور كبير جدا في باب المندب وغلق باب المندب ومنع مرور التجارة إلى الشمال وإلى دولة إسرائيل وكان ده مؤثر جدا في الوقت ده وأكبر العدو على إنه يقعد مع مصر وكانت بداية إن إحنا المحادثات علشان دائما وأبدا السلام بيأتي بالكوة السلام يأتي بالكوة بحرية قوية قادرة على حماية حدودك ومقدراتك وفي نفس الوقت تد رادع للآخرين إنه عندك التطوير اللي حضرتك قلت عليه ده في العشر سنوات الماضية والحقيقة الكوات السياسية الرشيدة أصرت على إنه يبقى عندك كوات بحرية قوية ودي نظرة بعيدة إن إحنا الكوات السياسية تبقى مقدرة تماما عندك كوات بحرية قوية لأن عندك سواحل إن الكوات البحرية تكون قادرة على تنفيذ مهمك وقدراتك طبعا محتاجة وحدات بحرية متطورة محتاجة أفراد وزباط على أعلى مستوى من التدريب والروح المعنوية والكفاءة الكتالية فده الحمد لله اللي تم في الفترة الأخيرة الحمد لله سبحانه وتعالى عشان كده حضرتك بتقول بقت مصنفة على مستوى العالم مش من فراغ إن انت تمتلك أفراد مدربين تمتلك وحدات متطورة حالة فنية عليها عندك ترسانات بتبني عندك ترسانات بأيادة مصرية بتصنع عندك ترسانات قادرة على إن هي تحافظ على الكفاءة الفنية للوحدات البحرية اللي موجود فبالفرض المدرب والوحدة زادت كفاءة عالية فرض مدرب تدريب جد وبجد هتدي قدرة كتالية عالية استعدادات كتالية عالية سرعة رد الفعل ويبقى عندك إمكانات وقدرات تنفس جميع المهام اللي بتكلف بها ستفري ستفري ستفريس كتالية